أكد التكتل المستقل لنقابة التربية تمسكه بالإضراب المقرر يوم السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الجاري معتبرا جلسات الحوار التي جمعت النقابات بالوزارة الوصية شكلية فقط وذلك في ندوة صحفية عقدتها نقابات التكتل بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة ميكروفون تفق الأمير ضيف الله حوار الممارس لم يأتي بجديد فيما يتعلق بالمطالب المرفوعة وعليه تم التمسك بإضراب يومي ستعشرين وسبع عشرين من هذا الشهر طبعا بعد إدعنا للإشعارات بالإضراب تلقينا دعوات فرضية لللقاء والشيء الذي نقوله بالنسبة لهذه اللقاءات كجملة جملة هو أن وزارة التربية الوطنية طبقت الجانب الشكل الذي ينص عليه القانون تسعين سفر اثنين يعني مسألة في تقديرنا مسألة شكلية بالدرجة الأولى ورأينا هذا من خلال الإجابات التي تلقيناها حول المحاضر فيما يتعلق بالمطالب المرفوعة والتي هي نفس الأجوبة التي تلقيناها نفس الأجوبة التي تلقيناها في قبل إضراب 21 جنفير الماضي من الشهر الماضي وكان نوشيل مي تغيير بالنسبة للملفات الثقيلة التي ودعناها وفي رضي المتحدث باسم التكتل المستقل لنقبات تربية صادقة زيري على مسألة الاقتطاع من الأجور في حال شن الإضراب أكد أن الأمر غير مهم وقرر الإضراب لا رجعت فيه بالنسبة لمسألة الاقتطاع من الأجور الحقيقة الإضراب حق دستوري وهذا الحقيقة شفناها غير عندنا في الجزائر الإضراب حق دستوري ومن بعد نديروله دودانات بقوانين هذيك القوانين تقول لي ما هيش دستورية في الحقيقة ثنين الاقتطاع من الأجور الاقتطاع أيام الإضراب كانت تخضع في تسعينيات إلى غاية تلفين وربعة كانت تخضع للتفاوض شفنا إضراب ما تلفين وتسعة كدرنا إضراب تفاوضنا درنا التعويض وعندنا تقريب أكثر من أسبوعين تم تعويضهم وما بدون خصم معناها تخضع للتفاوض حسب المطالب بعدها غيروا المرسوم المشترك هذاك غيروه الوزار المشترك غيروه وداروه مباشرة الإضراب يقابلوا الخصم الكلي الدستور أعطاني باش نمارس حق الإضراب ومن بعد انت تهز هذا النزاع الاجتماعي يدخلوا في أرويق العدالة ومن بعد تجرم الإضراب كين إشكالية كبيرة الحل انتهى عندنا وشي هو هو أننا ندير الإضراب ومستعدين لكل عواقب لأنه هذا حق دستور يعطونا الدستور نمارس ترجمة نانسي قنقر